تعالوا كده مع بعض نضيف مؤسرات صوتية للفيديو في تطبيق الكوب كوت فده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور بما ان تطبيق الكوب كوت بقى من اشهر تطبيقات المنتاج فاحنا عايزين نتكلم عليه كتير جدا الفترة اللي جاية لان مميزاته كتير جدا وتخلي الفيديو بتاع كده احترافي في المنتاج فالنهاردة هقولك ازاي نعمل مؤسرات صوتية للفيديو في كوب كوت بس يا ريت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعملي لايك واشتراك في القناة ويلا بينا على كوب كوت بنفتح كوب كوت كده معي ومن هنا بضغط على مشروع جديد لما بتضغط على مشروع جديد الناس اللي لسه يعني بتبدأ في التطبيق لسه بتتعلم عليه لما بتضغط على مشروع جديد بيجي لك على طول مقاطع الفيديو فببدأ اختار المقطع بتاعي اللي انا عاوزة اعمله مؤسرات وبضغط عليه بالشكل ده في الدايرة اللي فوق الصور وبضغط طبعا على كلمة اضافة من هنا كل عليك انك بتبدأ تنتظر لما يبقى معاك بالشكل ده من هنا بقى بروح على حاجة اسمها الصوت خلينا آآ ناس سريعة كده في الشرح الصوت تمام وبلاقي هنا مؤسر الصوت وبضغط عليه هنا بقى بنلاقي ان الاصوات المؤسرات الصوتي هنا تعالوا كده نسمع لما بتعاوز تسمع بتضغط بس ضغطة واحدة تمام شو المؤسر الصوتي ده طبعا في حاجة انت بتضفها المفضلة عشان ما بتيجي مسلا تدور عليها بتلاقيها مضافة المفضلة بالشكل ده يعني انا مسلا الصوت ده عجبني فانا بضيفه طيب خليني كده بضغط على علامة الصح دي وخليني ان انا اضيف صورة من كلمة التراكب مسلا وبضغط على كلمة التراكب مرة تانية ومن هنا ببدأ اضغط واختار الصورة ومن هنا بنزل كده وبختار مسلا الايقونة بتاعت دي وبضغط على كلمة اضافة انا عاوز الايقونة دي عليها مؤسر فانا ضفت الايقونة دي طبعا كلنا بنعرف نضيفها ازاي فانا ضفت الايقونة دي وهصغرها كده عاوز الايقونة دي عليها مؤسر هنا الرسوم المتحركة وانا بضغط على الايقونة طبعا طبعا كده هو الرسوم المتحركة بضغط على الرسوم المتحركة من هنا بعملها هزة كده عشان تبقى مع المؤثر معي. تمام? ومن هنا بضغط على علامة الصح هاكد المؤثر اللي انا اخترته. من هنا ببدأ ان انا ارجع من الساهم اللي في الجنب ده. برجع كده. وبروح على كلمة الصوت. بروح على قبل ان هي ما تتهز بحاجة بسيطة. طبعا انت والتحكم في الفيديو بتاعك من المصطرة دي بتضغط على المصطرة دي. وبتبدأ ان انت تتحرك. بتشوف ان المؤثر يجي ازاي? على طبعا هي من غير مؤثر. اهو. تمام? مؤثر صوتي بقى. بروح كده على المؤثر الصوتي بقى كده. وبضغط على كلمة الصوت. وهنا بنضغط على اسوات. اهو مؤثر الصوت اهو قصدي معلش هنأسفها? مؤثر الصوت اهو. بضغط عليه. من هنا طبعا الصوت اللي يعجبني بسمعه الاول بضغط عليه بس كده. وبعدين ما بختاره. طبعا هي مليئة مؤثرات صوتية فوقها زي ما انتم شايفين. كل ما بتقل من ناحية اليمين او اليسار بتلاقي مؤثرات صوتية. فطبعا بتختار المؤثر بتاعك وبعدين بتضغط على العلامة الزائت دي يمشي مع الفيديو بتاعك. طبعا انت بقى اللي هتعرف في الفيديو بتاعك انت عاوزه وعمل ازاي? فبضغط على علامة الزائت دي. والمؤثر اهو معي. تعالوك هنلاحز الهزة. شايفين? يعني حاجة لازم انت لتكون متحكم في فيديو بتاعك. خلونا نشغل تاني من مشغل فيديو. عرفت بقى ده المؤثر. عرفت احنا بنضيفه ازاي? بنضيفه من كلمة الصوت عشان ده الفيديو بتاعنا. ده الصوت اهو. وبعدين مؤثر الصوت. وبعدين ببدأ اختار المؤثر اللي انا عاوزاه. وبضغط على علامة الزائت. بسمعه من الضغط على آآ العنوان بتاع المؤثر. وبضغط على علامة الزائت اضيفه معي. لما بتضغط على علامة الزائت دي يضاف معك بكل سهولة. كل سهولة بقى انا بقى اللي اقدر علشان انا يعني قد اقدر اتحكم في الفيديو لازم اضيف الصور واعرف هي راحة منين ودخل ازاي وكده فهو. تمام? بس كده. طبعا لو انت عاوز تضيفه من اي جزء في الفيديو بتحدد الجزء اللي انت عاوزه بالمسترة اللي انت شايفها دي. وبتضغط على كلمة مؤثر الصوت او الصوت. بتضغط عليه وبتضيف المؤثر بتاعك. بتبدأ تحمل الفيديو من هنا. بينزل ان عندك في معرض الصور او الستوديو عندك على الموبايل وبس كده. عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات. انا برد على كل التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.